سائق تاكسي يسأل ويقول كيف أصلي إن أدركتني الصلاة وقد دخلت إلى بيتي قبل المغرب علما سيدي أنني لم أصلي صلاة الظهر ولا صلاة العصر بسيطة إن شاء الله أو الحاجة بلغ سلامي لكل سائق تاكسي في الجزائر وأسأل الله لهم أن يكرمهم وأن يملأ بيوتهم خيرا وبركة ربي يعمر لكم داركم إن شاء الله وربي يعمر لكم بيوتكم إن شاء الله بالخير والبركة أسأل الله أن يحافظ على أموالكم وزوجاتكم وأولادكم وبناتكم اللهم يا ربي سائق تاكسي في الجزائر يا رب اللهم أبعد عنهم سحر الساحة وأبعد عنهم عين العائن وأبعد عنهم ظلم الظالم لو كانت عارفوا هذا سائق تاكسي وشرمي ساهم في تسهيل حياة الناس تسهيل حياة الناس واحد ريح للجامعة لأخو الخدمتو لأخو الديمار تويزو انسابو لأخو ريح للصبيطار لأخو ريح الخدمة لأخو ريح الدارو لأخو الخارجة ريحة لعندم ماليها يعني يسهلون حياة الناس ولذلك على سائق تاكسي يكون خارج ملدار ويجيب هذا النية بيش يكون عنده أجر يوم ألفين فرق هذه هي الأجر هذه الحياة الدنيا هذه بيش تاكل أنت الحلال وما تاكل أولادك شوفها الكونت الآخر الكونت عيوم القيامة على الصح ما بعد الموت سينا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم شو كيف جاء علمنا الخير يقول عليه الصلاة والسلام الكيسو واشنو الكيسو؟ الفاطن يعني الحيل الذكي كان واحد الجاهل كان يقرها الكيسو شكارا يا سينا رسول الله ماذا يقول شكارا يا عبد ربي وله ياخد العلمي الكتب الكيسو يعني الفاطن الذكيو ليشوف اللي بعيد الكيسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت شوفوا شكون المخ شكون لي عنده المخ الحيلي الكيسو من دان نفسه يعني حاسب نفسه يحاسب روحه دايما كي يجي يقول يتكسل يبدأ واش قلت الصباح واش دات الصباح هذاك السيد كيف تعاملت معاه واذاك الكلمة لكم ما قلتاش واذاك الفعل لكم ما دتوش واذاك السايل لكم ما رديتوش واذاك الخدام لكم ما حاوستوش وفلال لكم ما غير نصحتو يبدأ يحاسب روحه واش دات صلاتي صليتها في وقتها ولمشي في وقتها زكاتي خارجتها ولمخارجتها الصيام ما رمضاكش ما يسألي الناس ما يسألوني دارهم الكيسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اشفى هاي قاعدة وعمل لما بعد الموت ما لنت سائخ تاكسين تكيد كون خارج من دارك جيبني يا قول يا أب سهل لي كيف أن سهل حياة الناس حياة المسلمين إنسان يحبسك يطلع قال وصلني أنا أستاذ في الجامعة توصلوا جيب النية في قلبك تمتم أنت عندك كونتور تحته ويحسب الدرام وعندك كونتور في قلبك تمتم جيب النية قال يا ربي هذا أستاذ أنا نوصل إن شاء الله يكون عندي الأجر أو راح يعلم أبناء المسلمين فهمت كيف حياة حبستك واحدة أخويا ديني لصبيطة ديني لصبيطة راح تداوي ولا عداي إماها مريضة ولا بابا الكونتور تحتها ويمركي في الألفين فرق والكونتور تعقل بك النية تمتم يا ربي هذه راح تصبيطة طلعت ورعد قال لك أديني للمخمارة قلوا رهباط أعوذوا بلادي ما تجيش في الكونتور هذه تجي في الكونتور تعالفين فرق بصال كونتور تعوى ما بعد الموت ما تنفعش أديني للملاهي والو شوف دائما أنت الكونتوري حكم تعوى ما بعد الموت الكونتوري داخل تعالأمال وبالنيات مشي الكونتور تعالدرهم إذا تعالدرهم تلاقى معا تعوى ما بعد الموت تكل أعلموا لك إذا تجي في الدرهم وما تجيش فيه وما بعد الموت قلوا خرج علي إذا تجي فيه وما بعد الموت وما تجيش في الكونتور وحطلع وقال لك يا أخوي ما عنديش دراهم الله غالب وصلني المسألة فولاني أبسى ما عنديش أنا أنظر أنت وإيمانك إذا عندك إيمان قوي وفضلت وما بعد الموت على المادة وصلوا ويعوذك الله خيرا ويعوذك الله خيرا وإيجوز يقول له لا لا يا أخي أنا تان عندي وليدات لازمني نوكلهم العشية ولازمني نداويهم وعندي طفلا في الجامعة لازمني كل نهار نطلع خمسين ألف وعندي أطفال يقرار وعندي مرأة وعندي يجوز لك تقول له لا لا يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما لسائق طاكسي هذا يجب أن يكرم كيف يكرم تحافظه على وسيلة الرزق انتعه السيارة انتعه هي وسيلة الرزق ما شيء تدخله تنحي صباتك تدخله تبدأ تلعب له بالسجاج تدخله تبدأ تعبص له في القفالي تدخله تبدأ تعمله في رأسه وتبدأ تحكيله حسبنا الله أن يعمل وكيل ترجمة نانسي قنقر